الكلام ده ضد مصلحة النادي ولو في حد مفاهم حضراتكو ان الكلام اللي حضراتكو بتقولوه ده وبتعملوه ده في مصلحة النادي انا بقولوكو اللي بيقولوكو كده بيورطكو وبيورط نادي الزمالك الكورة لها قوانين هتخرج عن القوانين هتكد على دماغك وكل بساطة الكورة لها قوانين هتخرج برا القوانين بتاعتها هتاخد على دماغك القوانين بتاعتها انما انت طلامة زي ما كده مرتضى منصور بيعمل بقله سنتين شغال راجل شغال صح مية مية الراجل المدير الفني بيشتغل بديله مساحة ما بعملوش بالقطعة بخلي الجهاز اللي معل شغال الجهاز اللي بيريحه مش الجهاز اللي بيعكسه والجهاز اللي بيهجمه والجهاز اللي بيصدر له مشاكل اكبر مشكلة ممكن يواجهها مدير فني اللي بمعه جهاز فني بيصدر له مشاكل النهاردة انا شايف قدام عناية الجهاز الفني بتاعناد الزمالك الجهاز المعاون بيصدر لفرينا مشاكل بسعالوش مني بيصدر لفرينا مشاكل الكلام ده لازم يوقف يا اما الناس تجاب هو ده انظام الشغل الراجل ده نمره واحد ولازم تفهموا انه هو نمره واحد وانه هو سيد قراره وانه هو لا مساسة به يا اما شكرا انت مازلت ابننا وهتفضل ابننا ولكن ما فيش مجال ان انا ان انا اهز المدير الفني لاني خلي بالكم الكلام ده بيهز المدير الفني قدام اللعيبة اللعيبة لعبة الكرة اسكية جدا لما بيبقوا عايزيني بقوا اسكية بيبقوا اسكية وبيعرفوا شغالهم وخهم ويعرفوا لو فيه صدع او خلل او اي انشقاق موجود ما بين المدير الفني وجهازه المعامل وبيبتدوا يشتغلوا عليها عارفين كده الاب والامة متطلقين لاطفال بيبقوا اسكية جدا بيعرف ازاي ياخد حتة من هنا وياخد حتة من هنا وياخد مصلحته من هنا وياخد دي من هنا عشان يطلع في الاخر هو كسبان ده بالضبط موقف لعيبة الكرة لما بيكون فيه انشقاق او عدم تفاهم او الرجل المدرب العام او الناس اللي شغالة مش مية مية في ضعر المدرب لعيبة الكرة بيبتدي يخش بينهم واصل كابتن فلان قال لي واصل كذا واصل ودي بداية الانهيار نصيحة ابن نصيحة ابن مع ما كان موقعي فين وانا موجود فين فانا ابن نادي الزمالك ما يحدث لا يا صح ما يحدث لا يا صح مدير فني كبير وعنده خبرة كبيرة والنهاردة نادي الزمالك بيمتلك مشرف عام على الكرة امير مرتضى رجل صغير السن ولكن دلوقتي اصبح بيمتلك خبرات كبيرة هو واحد من اهم التروس بل يعني ترس مهم جدا مش عايز اقول الاهم عشان مرتضى منصور ما اتنينش ولكن ترس مهم جدا امير مرتضى منصور النهاردة وهو موجود وشايف الموقف وقريء لازم يتحرك يتحرك مش بقول ان الجهاز المعاون يمشي او حد من الجهاز المعاون يمشي ولكن لازم الامور تبقى واضحة الامور تبقى كلير الرايس رايس مين الرايس مين الرايس فريرة مش رايس النادي مش برضه شامرت امتصور بسعالش بيني رقيس الفرق هو اللي سائل المركب بتاعت الفرق المسؤول الاول عندناها المسؤول الاول والاخير ومش بحتاجة اقول لكم يعني انتو المركب اللي ليها رايسين بتروح فين بتروحش حتى خالص بتسقط بتغرق او المركب اللي الرايس وشبه رايس بتغرق جمهور الزمالك واعي وداعم للفريق وللنادي ويجب ان يكون هناك دعم كامل دون شروط لفريرة ليه مش لش هنوى مدير فني للزمالك بس لان هو قدم قدم ما يستحق الدعم قدم ما يستحق الدعم في اللحظة اللي الجميع هيلتف حول فريرة مرة اخرى سواء بموافقة الجواز المعاون او برفضه وتركه للمهمة بتزعلوش مني ايه ممكن كلمة اللي بقوله قاسي لكن مفيش تبطبة في الاوقات الصعبة انا عمري في حياتي ما كنت ترماضي في الاوقات الصعبة يا بياد اسود هتاخد مني دايما اللي هتشوفه يعني هتاخد مني اللي انا هقولهولك وناس كدير سعب بتزعل مني لك ان هو هو دا انا هعمل ايه ما قدرش اتغير حاولت اتغير لكن ما عرفتش فمتزعلوش مني تاني اللي بيحصل في الناد الزمالك يعني النهاردة اخسر ماتش كورة عادي اخسر ماتش كورة فيش مشكلة كل الدنيا هتمشي تاني وهترجع للقمة تاني والاهلي ممكن يكسب والنهاردة بيرامدز بيغير مدرب ومدرب تاني يجي يعيد تنظيم الفرقة فيرجع ينافس تاني كل دا بيحصل متقلبات وابس ان داونز بتحصل طول الموسم لكن مين بيتعامل بشكل جيد مع النتائج السلبية مين هو دا اللي هيكسب الدورة هو دا اللي هيكسب بطولات هو دا اللي هيكسب أفريقيا هل في قانون قرة القدم في ان انت تتغلب ماتش كورة فيبتدي الجهاز المعاون يطلع اخبار عن وجود انقسامات وان اللعيبة وقفة زون في الكهر السابتة وبتاعة المتزون في الكهر السابتة دي اللي كسبتك دوري السنة اللي فاتت ايه اللي جد ايه اللي جد وليه ليه النهاردة الكلام دا بيتم تدوله على صفحات الزمالك ليه انا بقول لكم ان الكلام دا خارج من الجهاز المعاون اسمعوا كلامي بقى انا راجل واخد دكتوراه في نادي الزمالك دكتوراه معايا شهاد الدكتوراه في نادي الزمالك عارف ازاي الامور بتدار جوه نادي الزمالك كلام دا ماينفعش وماينفعش يتردد على قناة النادي الرسمية نهائيا وتاني بقتم كلامي في حديث عن نادي الزمالك ان هل دعم رئيس النادي كافي للمدير الفني لا لازم يكون هناك دعم بلاس حماية